بسم الله الرحمن الرحيم إنه سيد من سادات الصحابة سيد من سادات الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار فمن هو له في قلب كل مسلم مكان ومكانة فقد دخل إلى دار الأرقم ابن أب الأرقم فهو من الأولين السابقين للدخول في هذا الدين فمن هو إنه بطل درغام الوليث قسورة دخل في الإسلام وتحد الصحاب يوم أن نادت المغارم ثم رحل من الدنيا شهيدا قبل أن تأتي المغانم فمن هو يا ترى إنه رجل أعزه الله بالإسلام وأعز الله المسلمين به فمن هو يا ترى إنه صاحب أول سيف يرفع ويقتل كافرا في غزوة بدر رجل شرفه النبي سماه سيد الشهداء فهل عرفتموه؟ إنه رجل نزلت فيه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا نزلت في شهداء أحد وعلى رأسهم صاحبنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي نزلت فيه مدحه الله في القرآن في ثلاثة مواضع في ثلاثة آيات فهل عرفتموه يا عباد الله؟ من؟ هو لقاؤنا مع البطل الدرغام أبو عمارة أسد الله حمزة ابن عبد المطلب أخ النبي في الرضاعة وعمه وزوج أخت زوجته ميمونة بنت الحارث شوفوا الصلاة اللي تربطه بالنبي عمه وأخوه في الرضاع وهو زوج امرأة هي أخت لزوجة النبي ميمونة بنت الحارث النشأة ولد حمزة ابن عبد المطلب في بيت سيد مكة بلا منازع ولد في بيت عبد المطلب لعبد المطلب وهو واحد من عشرة ذكور رزق بهم عبد المطلب سوى سبعة من البنات جد النبي خلف سبعتاشر عشر ذكور وسبع بنات وعلى هذا فقد نشأ الحمزة في بيت نسب رفيع وفي بيت شرف عالي وفي بيت عز وسؤدد ومكان وولد من بعده بأسابيع قليلة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ورضع الحمزة مع النبي من امرأة واحدة فصار أخوين من الرضاعة ولما شب الحمزة مات أبوه عبد المطلب وطركه طفلا صغيرا فجمعت بينه وبين النبي أمور كثيرة هو عمه أخوه في الرضاعة بينهما تقارب في السن ثم جمع بينهما اليتم رضي الله عنه لما شب الحمزة تعلم الفروسية حتى صار فارس مكة بلا منازع أسد مكة بلا منازع رضي الله عنه وكان يحب القنص والصيد فكان يخرج إلى البرار ويصعد على قمم الجبال يصارع الوحش ويصطاد ويرجع بصيده في آخر النهار وعلى هذا فقد نشأ سيدنا الحمزة بطلا من الأبطال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره بينما هو في الغار إذ جاءه جبريل عليه السلام في ظلمة الليل البهيم وضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال أقرأ قال ما أنا بقارئ قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال ثم ضمني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ وقال لي آخرا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فعاد النبي إلى بيته يرتجف زملوني زملوني دثروني دثروني فلما ذهب عنه الروع وسمعت خديجة منه ما كان قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتقر الضيفة وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الظهر يعني من كانت هذه أخلاقه الله لن يخزيه أبدا ثم ذهبت به إلى ورقة فبشره بأن الذي رأاه هو الناموس الوحي الذي نزل على موسى من قبل ثم نزلت الآيات بعد ذلك تطرى يا أيها المدثر كم فأنذر يا أيها المزمل كم الليلة إلا قليلة فقام وما عرف نوما كنومنا إلى أن مات دعا الناس إلى الله صعد على جبل الصفا وقال وَا صَبَاحَا فاجتمع عليه الناس يا محمد ما الذي دهاك قال لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقي قالوا أنت الصادق الأمين نحن ما جربنا عليك الكذب أبدا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب أليهذا جمعتنا تبا لك يا محمد سائر يومك فرد ربنا على هذا السفيه تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب السورة الحمزة يراقب ويسمع ويعجب لماذا يعادي هؤلاء الناس محمدا وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين وهم الذين كانوا يرضون لرأيه ويسلمون لقراره في أعقد المشاكل لما بنوا الكعبة واختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود رضوا بحكم النبي قال ائتوني بالحجر واتوني برداء وضعوا الحجر في وسط الرداء وليأخذ كل رئيس قبيلة بطرف الرداء واحملوا الحجر معا فحملوه حتى إذا وصلوا إلى الركن أخذه بيده ووضعه هو في مكانه الذي وضع الحجر رسول الله والكل فرح ومصرور بحكم رسول الله كانوا يسلمون لحكمته ولعقله ويشهدون له بالأمانة وبالصدق فما الذي حصل لماذا يؤذونه ويسبونه ويقولون عنه شاعر كاهن ساحر مجنون لماذا يضربون أصحابه آمن بالنبي رجال والتف حوله أبطال فنزل عليهم العذاب ألوانا ملونة وأصناف مصنفة وفعلوا بالصحابة الأفاعيل الحمزة يتعجب يراقب ويتعجب من هذا العداء الذي تصبه قريش على النبي محمد ولماذا لم يسلم هو أولا هو يتجازبه طرفان أن يدخل في دين ابن أخيه الذي يوقن أنه صادق أم يظل على دين الآباء على دين أبيه عبد المطلب وعلى دين أجداده هاشم وعبد مناف يتأرجح يتجازبه هذان الطرفان إلى أن شاء له الله الهداية كيف أسلم الحمزة النبي كان يتمنى من أعماق قلبه أن يدخل أخوه في الرضاعة أن يدخل عمه حمزة في الإسلام إلى أن جاءت ساعة الهداية خرج حمزة رضي الله عنه كعادته للصيد وبينما هو في صيده إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فرآه أبو جهل فآذاه وشتمه وسبه سبا سيئا جدا والنبي صابر محتسب رأته مولاه لعبد الله بن جدعان فتأثرت جدا فلما عاد الحمزة من صيده وقنصه رأته خادمة عبد الله بن جدعان يا حمزة هل سمعت ما فعله عمرو بن هشام هل عرفت ما فعله أبو جهل بابن أخيك محمد فتلون وجهه غضبا وأخذته الحمية ثم انطلق ودخل المسجد الحرام وأبو جهل جالس في جماعة من بني مخزوم فأقبل نحوه حتى وقف على رأسه ثم رفع القوسة وضربه في دماغه فشجه وفار الدم من أبي جهل وقال الحمزة تضرب محمدا وتشتم محمدا ابن أخي وأنا على دينه أقول كما يقول فوجم الحضور حمزة أسلم وقام بعض رجال من بني مخزوم يردون على الحمزة فقال أبو جهل دعوه فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا سيئا وعاد الحمزة دخل في الإسلام بغير قصد بغير ترتيب وجعل الحضور يعجبون يعجبون وذاع الخبر في مكة أسلم الحمزة أسلم هذا البطل صار للمسلمين قوة فتمكن الإسلام من قلبه وما كان من شيء أحب إلى قلبه من طاعة الله ومن طاعة رسول الله وبعد إسلام الحمزة بيومين أسلم عمر بن الخطاب فضاجر أهل مكة وكادوا أن يجنوا في جمعة واحدة يسلم الحمزة ويسلم عمر أي بلاء نزل على مكة وفي غزوة بدر كان للحمزة بن عبد المطلب فيها السهم الكبير غزوة بدر جاءت غزوة بدر ووقف المشركون أمام المسلمين وجها لوجه كفار ألف في عتاد وعدد والمسلمون تلتمية واربعة عشر ما فيش فيهم غير ليس معهم إلا فراصين بس وقف الصفان فنادى قائد جيش الكفار أبو جاهل يا محمد أخرج لنا من يبارزنا وخرج من الكفار شيبة بن ربيع وعقبة عتبة بن ربيع عتبة والوليد بن عتبة فخرج ثلاثة من الأنصار قالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان من أهل المدينة قالوا أكفاء كرام لا نريدكم يا محمد أخرج لنا ثلاثة من أبناء عمومتنا قال كم يا حمزة الله أكبر فقام البطل قم يا حارث قم يا علي فقام الثلاثة قاموا للمبارزة عبيدة بن الحارث قام الثلاثة للمبارزة بارز الحمزة عتبة بن ربيع اختلف معه ضربتين أو ثلاثة فقطع رأسه وأطاح بها سريعا وكذلك فعل علي بالوليد ابن عتبة أما عبيدة بن الحارث فقد أجهز على خصمه وأجهز خصمه علي وقعت بينهما جراحات فاجتمع حمزته على خصم عبيدة فقتله في ثانية اتأت الأكبر ثلاثة من جيش الكفار انتصل المسلمون في بدر بفضل الله ثم بفضل أبطال الإسلام وعلى رأسهم رسول الله وعلى رأسهم الحمزة ابن عبد المطلب وكانت أحد خرج أبو سفيان يقود جيش الكفار في أحد جيشهم قد إيه ثلاثة تلاف جيش النبي محمد قد إيه ألف رجع منه تلتمية من المنافقين قبل المعركة أهل مكة في قمة العدد والعتاد وأخذوا معهم بعض النساء يحمسنا الرجال إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ده قال للواحد يبذل من أجله روحه ومهجته الجنة رضا ربنا طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكفار يمتلئون حنقاً وحقداً وحسداً على رجلين على نبي الله محمد وعلى حمزة بن عبد المطلب اختاروا رجلاً ليس له مهمة في المعركة إلا قتل حمزة بن عبد المطلب وحشي بن حرب ذهب إليه جبير بن مطعم وكان حمزة قد قتل عمه في بدر قال اسمع يا وحشي إذا قتلت حمزة بعمي فأنت حر فخرج وليست له غاية إلا قتل حمزة بن عبد المطلب المعركة كان حمزة يقاتل في يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول أنا أسد الله فيخلع قلوب الكفار ويهد صفوف الكفار هدى وكانت المعركة في أول اليوم للمسلمين لولا خطأ الرماه الفضيع الحاصل كيف قتل وحشي حمزة قال وحشي خرجت مع الناس ليس لي غاية إلا قتل حمزة وكنت رجلا من الحبشة أرمي بها كما يرمي أهل الحبشة وقل أم أخطئ قال فلما التقى الجمعان خرجت أنظر على حمزة بن عبد المطلب فرأيته يهد صفوف أهل مكة هدى وهو على جمل أورق ما قابله أحد إلا وقتله حمزة رأيته ينادي على سباع بن عبد العزة يقول هل أم إلي يا ابن مقطعة البزور وحد كافر أمه كانت تختن الإناس سيدنا حمزة يقول له كلمتين يعني عايز يعني يزعجه هل أم إلي يا ابن مقطعة البزور قال فأقبل عليه سباع فخطف حمزة رأسه بضربة واحد قال وأنا أتحين الفرصة أتحين الفرصة حتى إذا وجدتها هزست حربتي في الهواء حتى رضيت بها ثم رميت بها الحمزة فوقعت في ثنته وخرجت من بين رجلي وسقط ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ينظر إلى الشهداء سبعين شهيد حمزة بن عبد المطلب مصعب بن عمير اليمان والد حزيفة وغيرهم عبد الله بن جحش أنس بن النضر وغيرهم فنظر النبي فرأى عمه الحمزة ممددا أمامه أخوف الرضاعة عمه أسد الله فهال النبي ما رأى فأقسم أن يقتل قال لأقتلن بحمزة سبعين منهم فنزلت الآية وَلَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ ثم صلى عليهم في رواية وفي أخرى أنه أمر بدفنهم في أحد وكان يضع في اللحد الرجلين والسلاسة وكان يقدم إلى القبلة في اللحد أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل الله عز وجل قال لشهداء أحد تمنوا بعدما أدخلهم الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمرها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش ربنا تمنوا قالوا نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك مرة ومرة ومرة لعظيم كرامة الشهداء التي رأوها عند الله قال إني قضيت أنكم لا ترجعون قالوا فبلغ أهلينا أن في نعيم مقيم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية رضي الله عنك يا أسد الله رضي الله عنك يا حبيب رسول الله رضي الله عنك يا بطل الإسلام رضي الله عنك يا سيد الشهداء قال رسول الله قال رسول الله سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله ترجمة نانسي قنقر